أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد والآراء المغرضة من بعض الأطراف التي تسعى دائما إلى تسفيه الجهود الضخمة المبذولة من قبل الدولة والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تخفيف آثار التلوث من المركبات وتيسير الحركة المرورية بشكل سلث جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن جولة السيد الرئيس شملت قيم سيادته بتفقد أعمال تنفيذ محور ياسر رزق والذي يربط بين جنوب القاهرة بداية من محور حسب الله الكفراوي ومحور سميرة موسى مرورا بمنطقة حي الأسمرات وكرنيش المقطم الجديد وصولا لطريق صلاح سالم ومحور الأوتوستراد بطول 9 كم وخمس حارات مرورية لكل اتجاه شهدتك صدقت على إنشاء العديد من المحاور لتخفيف ورب مناطق الشرق القاهرة وجنوب القاهرة ومناطق غرب القاهرة بمناطق القاهرة الجديدة ومنها إلى العاصمة الإدارية لو بكلمنا يا فانم عن محور ياسر رزق محور ياسر رزق يا فانم الهدف من إنشاؤه هو نقل الكسفات المرورية وتوزيع مناطق وسط البلد إن الناس يا فانم بتمشي سيادتك على طريق صلاح سالم ولو تسترادوا ويجعوا إلى الطريق الدائري فخلقنا محور يا فانم جديد يبدأ من تقاطقه مع طريق صلاح سالم بطول 9 كم تم دهو المرحلة أقول يا فانم بسيادتك تتشرفنا عليها من شهرين بطول 2 كم اللي كتابلتها فيها تحديات تم التنسيه مع كافة أجست الدولة بالنسبة للمرحلة الثانية يا فانم دي طولها 7 كم تبدأ من نهاية شارع 9 وحتى الرابط على محور ساميرا موسى أسفل نفع العصمرات محور ياسر رزل يا فانم ملدو إن شاء الله جاري أعمال رابطه بكل نشي النيل المعادي عن طريق محور رابط الحضرات بكوبري الدكتور صلاح الشاسلي يتم تعمل تنفيش كوبري يا فانم في المنطقة دي بطول 900 متر يصل ارتفاعه إلى 45 متر يا فانم من الأرض الطبيعية ثم طريق سطحي حتى رابط على ياسر رزل بالنسبة يا فانم بطريق كونيش المؤطم يبدأ من مناطق الأصمارات يا فانم ويعتبر محور موازي للشارع التسعة حيخفف الضغط عليه إن شاء الله والطريق يا فانم بطول 7 كم حتى رابط على نهاية شارع تسعة تم نحوة العمال فيها فانم بالنسبة 80% متوخي بس يا فانم من القطاعات اللي سامتك إن شاء الله هننفس فيها الحوادس السن دع سن نتطامن إنه هو حيبقى مفوس أي مشكلة إن شاء الله الطريق كونيش المؤطم ده فانم بدايته راعينا سيادتك إنه هو يتربت في محور طوال الكفراوي ونظرنا فانم بتنفيذ محور ياسر رزل وتنفيذ طريق كونيش المؤطم بالعد على سيادتك سيادتك صدقت إنه إحنا نواحد الاتجاهات بالعد سبع حرة مرورية يمين وشمال محور حصال الكفراوي ويبقى فيه دولان واحد فقط أسفل طريق داري ثم رابط على مناطق ضراء المعادي إحنا حررنا ومش حررنا بس حررنا وسهلنا الحركة في شرق القاهرة تماماً الكلام اللي قلنا عليه ثم بتديرنا نقرب شوية بشغل غاية لما وصلنا نتكلم على رامسيس وبالخلق وعبدين وأصر القبة وشوبرا الخيبة اللي هي المناطق اللي مليانة زحمة طب إحنا عملنا كده ليه؟ إحنا قولنا إن الناس حنحاول نيسر الحركة في القاهرة مش كده؟ شرق وغرب شرق القاهرة وغلوب القاهرة وغرب القاهرة اللي بنعملوا اللقتي في الفصل والهرب والجيزة مش كده؟ مشيخ زايد طيب هنا بنعمل كده ليه؟ عشان كل الهم أو كل المصلحة اللي احنا بنعملها إن حجم الحركة اللي داخل الكتلة السكانية الضخمة اللي جوه القاهرة اللي ما كانش فيه حل لإن إحنا لو حبينا نعمل تحرير لحركتها بشكل زا اللي بنعمله هنا هنشيل حجم ضخم جدا من المنشاكات صح كده؟ تمام يا فرد فقلنا إيه؟ نخلي نحرر لهم الحركة اللي رايح لهم بس النهاردة اللي يخرج بسرعة اللي يخرج إيه؟ يخرج بسرعة لما يخرج بسرعة يخلي يخافف الضغط مقام كان على إيه؟ على المنطقة اللي في النصر مع الوظف لإعتبار إن إحنا مستكتين مستكتين يعني إيه؟ إحنا بنتكلم على مدينة المقطة مدينة المقطة كان بيخدام شرعة تسعة عاصة بالمناسبة يا حبي أنا كنت قلت المرة اللي فاتت وإنته في شرعة تسعة أنا عارف إنه صعب إن إنت تتشيل حاجة فيها لكن على الأقل حسيني من خواص الشارع تمناها فان معمال التقتيب بالكامل وتتم العضاء على سيارتك باستغلال كل المسطحات المتاحة إن إحنا نحق عصد بدل ما هو خمسة حالة يبقى ستة حالة إن شاء الله ما أمكن بشارع تسعة موجود ثم بعد كده لما نخلص إن شاء الله محوى ناس رزق وكرنيش هيبقى الحركة اللي المقطة إيه؟ يسير إن شاء الله سواء كان للمناس اللي في المقطة أو للمرين من خلاله مش كده؟ وبالمناسبة أنا سعيد جدا إن كنتوا بتعملوا التاكسيات الخرصانة ديت عشان ما حصلش إن يا رب بعد الجيزة مش كده؟ تحميتي الأحنابة خمسة الكلام دا مهم قاو إن نستعرفوا بفضل دا أغنية كاليفة إيه؟ كبيرة جدا كبيرة جدا وأنا شافوا بيتعامل هنا برضا مش كده؟ بيتعامل هنا عشان ننبقى المناطق لا أنا مستخدم بمناطق المناطق أنا عايز أقول حاجة للناس اللي بتسمعنا هنا أي حاجة احنا بنعملها هنا نحن بنعملها تبقى لأصول على أعلى مستوى مش بنعمل موضوع يعني لا مش بنشوق الطريق بالنسبة لما برضو النهاردة عشان نعمل حواية سندة كيلو دا أرقام كبيرة جدا منعاك عشان في النهاية تيجي تجد الناس الحركة ديت سهلة ليها يمكن الناس تقول لك التكلفة دي كتير يمكن وهي كتير حقيقة لكن في مقابل حجم الحركة وتنفيق الأثار بتاعت التلوث الكلام نحن نتكلم فيه الدولة اشتغلت فيه من بدر قوي وأنا عايز اقول ايه الكتلة دي بالكامل اللي كان يصعب الحركة فيها أنا عايز اقول لناس يطرح لما يتحرك فيها طب كان ممكن نتحرك فيها من غير الجهد اللي اتعامل ده والمشاريع المقات الكباري والطرق اللي اتعاملت في المنطقة دية وبتتعمل في كل حتة في القائرة على الأقل عشان نخفف الأثر بتاعت الزحامل 20 مليون قوات اللي مقابدين كمان احن نشانتك من الصغير من الفرصة دي في اللي احنا بنجدد جميع الدنيا التحتية الموجودة في المنطقة بالكامل ان شاء الله تلاتين أتماشر هنخلصوا كله افنن بس هنسازم نشانتك ان الفطوات اللي فيها الحوايث الستنة بس عمال التصميم جارية وهنقدم نشانتك مخطف زمني فكلان يعني فترة رائبة ان شاء الله مش هتأخر كتير ولكن احنا هنفتح الطريق ان شاء الله في التوحيد السادتك عمالت بي. يعني دهتين عشرة يبقى فيه اتجاه مكتوب حتى لو بصي بعض الكبعات فيها اعمال نفصل عليها حركة. عشان بس يبقى الطريق بلده شجال ان شاء الله. برضو دايما السؤال اللي باسألوا لكم دايما وإحنا موجودين. هل انتوا شايفين بتواجدكم في المنطقة حاجة ممكن نعملها؟ نيسر اكتر على الناس في حركتهم؟ أو نفتح مجال لأماكن دي بالظروح الحالية ما تسمح لهمش بالاستفادة منها؟ هو فندم ان شاء الله ديما قلت لسيادتك ان احنا ان شاء الله شارع تسعة ده بإذن الله خلاص تطرى ويبقى يتعرض على سيادتك تطويره. ويتم دراسة ان شاء الله فندم انشاء محور موازي من شارع تسعة من شما العالد على سيادتك في حالة التصديق. المحور بها. ده هو كده؟ بالضبط فان من اول سيادتك المحور الكبري عمر سليمان هيمشي سيادتك في مصارات قديمة. فمندرسها فندم دلوقتي وعرفة تعالى عالد على سيادتك. سيادتك فندم ووضع على حدودك ان احنا ان شاء الله بمجرد نهوة اعمال محور ياسر ريت ده. دلنا نبدأ بمحور موازي كامل طوله واحد وعشرين كيلو متر يا فندم. موازي للطريق الدائري بيربط يا فندم بممالي المناطق جنوب القاهرة ازي. ومناطق شرق القاهرة يا فندم ومنها للقاهرة الجديدة. طوله واحد وعشرين كيلو متر يا فندم موازي كامل. وده يا فندم هيساعدنا ان شاء الله ان احنا اولا نخفف زمن وصول الرحلات من مناطق العباسية ومناطق كونيش النيل سيادتك. وفي نفس الوقت هيقلل استهلاك المحروقات يا فندم معانا. ان يا فندم كان القاهرة يا فندم سيادتك مدروس. ان في سنة عال 2020 لو ما كانش حصل التطوير اللي لقنا فيها يا فندم دلوقتي. كانت القاهرة السرعة اللي انت دي فيها عن عشر كيلو متر في الساعة. طب انا برضي يهمني في النقطة دي حاجة حولتك. فضل يا فندم. احنا الكلام دي المرة لما تكلمنا وقلنا يا جماعة خلي بالكم. المحاور اللي احنا بنعملها دي انت الهدف منها ان انا خفف الحركة على صلاح سالي. تمام سيادتكش كده. وانا عارف ان فيه تطوير لصلاح سالي. انسو الله. وهنا يهمني اقول لكل ناس اللي بتسمع لي. اللي ليهم توابدات على محور الحركة بتاعتنا. سواء كانت مقابر زاد قيمة للشخصيات احدى. بنقدرها وبنعترمها. او زاد أصل تاريخي. انا بقول الكلام ده عشان الكلام ده انا بشوفه بسمعه. ان يونك ايه اللي هيشيله المقابرة بتاع الفنان ويشيله مشاهده. لا لا. لا يمكن ابدا ان احنا هنعمل ده تجاه مناطق فيها مقابر لشخصيات مقدرة ونحترمها. او للمناطق الايه الاسر ايه. بنعالج ده يا امام كباري. مش كده يا احمد؟ كمام يا فندم. انا ده مهم ان انت تقولوه. عشان لست بقى ما تضيش فرصة على حد ان هو يعني يشوه البهد اللي انت بتعلم. في بعض المحاور يا فندم تم انها وقها بالبالس معي السادتك اشرحها السادتك بصولة مختصرة. اولا يا فندم. محور عمر سليمان. محور عمر سليمان يا فندم. بيبدأ من تقطاعه مع محور الشهيد. ثم اعلى محور المشير محمد علي فاهمي. وحتى الرابط على محور جمال عبد الناصر. عن طريق كبري اعلى الطريق الدائري. محور جهان السادت يا فندم. والتي تم تنفيذه بالتعاومة منها هي انتساءل قطم السلاحة وجهاز التعمير. والتي بيبدأ من تقطاعه مع شائل عرام سيس. والهدف منه نقل تخفيف الكسافة المرورية في الكتلة السكنية المزدحمة في وسط البلد والعباسية. وسيادتك بيمر يا فندم. أسفل طريق صلاح سالم. ثم اعلى محور الوطسطرات. واعلى محور ابتداد المشير طنطوي. ثم اعلى محور الشهيد. وحتى وصولنا إلى محور المساخ. محور المساخ سيادتك يا فندم. بيمر بدأ من نهاية محور جهان السادات. واعلى شارع الحسن المأمون. ثم اعلى محور شنزو ابي. عن طريق كبري. ثم اعلى. ثم يتقاطع مع بداية محور المشير محمد علي فهمي. وحتى الرط بمناطق القاهرة الجديدة. عن طريق محور نجيب محفوظ. محور شنزو ابي يا فندد. اللي بيقدم التقطاعه مع محور الشهيد. ثم يمر اسفل شارع حسن المأمون. واسفل محور المساق. ثم يمر اسفل شارع مصطفى النحاس. وكبري طوله كيلو ومتين متر فن محور داخل مدينة الامل. ثم موازيا لطريق السويس. وتم مرعاة تحليل حركة المرية في المحور الموازي لطريق السويس. عن طريق تنفيذ عدد تلاتة كبري. مردت على محور نجيب محفوظ. مناطق القاهرة الجديدة. عن طريق كبري الفنان سمير جانب. لو كلمنا يا فاني عن المحاول اللي جالي تنفيذها حاليا. كلم يا فاني عن محور سميرة موسى. محور الدكتور سميرة موسى يا فاني بيبدأ من تقطاعه. مع الشارع جمال محمد علي. اللي تم مردته بمناطق القاهرة الجديدة. عن طريق كبري كريال عبدالعزيز. تم تنفيذ على المحور يا فاني بمعدد واحد نفع. وجاء لتنفيذ عدد اثنين نفع يا فاني بم في منطقة قلب شمال المحور المشير. ويمر المحور أيضا توقع محور المشير عن طريق كبري المونوليل اللي وصل ارتفاعه لخمسة وعشرين متر. ثم يمر بكبري أعلى محور عمر سليمان. ثم يمر يا فاني بكبري أعلى محور المشير محمد علي فاهمي. وكبري أعلى محور الشهيد. وينتقل محور عند رقته بمحور ياسر ريزل السيادتك وشرفنا عليه عن طريق نفق الأصمارات الأمام سيادتك نحن نقلص زيادتك نحن نقلص زيادتك نحن نقلص زيادتك نحن نحوه المرحلة أولا الحمد لله في ياسر ريزل 100% المرحلة الثانية السيادتك من نسبة التنفيذة دلوقتي 64% إن شاء الله لاتجاه الجنوب القادم من صلاح سالم وحتى ثاميرة موسى الاتجاه ده إن شاء الله هنقلصه 30 عشر بإذن الله بالكامل كما قام السيد الرئيس بتفقد سير العمل في محور محمد آخر عزة عادل والذي يربط بين جنوب القاهرة والقادم من حلوان بداية من طريق الأوتوستراد إلى طريق الأين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة أعمال تنفيذ وإنشاء طرق ومحاول جنوب القاهرة وربطها بعاصم المحافظات والعاصمة الإدارية الجديدة وبعد الانتهاء بنسبة التنفيذ 100% من نحو الحصب الله الكفراوي الذي يربط طريق الأوتوستراد القادم من مصر الأديمة والقادم من حلوان بالطريق الدائري ومنه إلى شارع 9 والهضب الوسطى وحي الأصمرات بالمؤطم ومحور ياسر رز وطريق الكورنيش الذي يتم تنفيذه حاليا يا فندم سيابتك صدقت يا فندم بإنشاء وتطوير شبكة طرق بمنطقة زهراء المعادي بإجمال أطوال 35 كم ومنها طريق محور سين صاد الذي يربط طريق الأوتوستراد بمحور حصب الله الكفراوي وتنفيذ محور محمد عزة عادل بإجمال أطوال 12 كم خمسة حارة مرورية لكل اتجاه سيابتك فندم تم حل مشكلة المشكلة المرورية بتقاطع الطريق الدائري بمنطقة كرفور سيابتك صدقت بتنفيذ كبري للقادم من المنيب والقادم من المنيب والقادم من القاهرة الجديدة إلى المعادي سيابتك فندم تم ربط نفق السخنة ومحور الشهيد بمحور محمد عزة عادل عن طريق إنشاء شبكة الطرق الداخلية خمسة حارة مرورية لكل اتجاه النقطة لسيابتك مشرفنا عليها فندم هي تقاطع محور محمد عزة عادل مع طريق العين السخنة والمتضمنة إنشاء نفق بطول مية وستين متر خمسة حارة مرورية لكل اتجاه وإنشاء اللوبات والرنبات اللازمة لتحرير الحركة في ذلك التقاطع وبالفعلة فندم تم الانتهاء من أعمال الرنبات وذلك لضمان استمرار المرور فوق طريق العين السخنة من القاهرة إلى العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة والعكس كده فندم إحنا قدرنا نربط محور محمد عزة عادل ومنطقة جنوب القاهرة بمحاور نفق محور الشهيد ومنه إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة إحنا فندم إن شاء الله تاريخنا الأعمال الإنشائية بالنفق خلال شهر ينايب وبعدها فندم إنزل أعمال الطرق إن فندم ارتفاع قطع طريق السخنة يصل إلى 30 متر برضو الكلام اللي أنا بقوله أبو بقوله للزميل محمود لو أنتوا بعد وجودكوا في المنطقة دية خلال فترة العمل اللي بقيتك شايفين حاجة تانية يتعمل وما يعني بإذن الله نفق الخرصان بإذن الله آخر شهر واحد إن قدد من فوقه 30 متر بإذن الله آخر شهر دينا يكون خلصان وطريقكم بالشكل حليش بلا ما إحنا حنفتح كده كده حنفتح وبدل ما نخليه خمس حارات حليست حارات لجوستان عشان بايس إن إحنا لو حتى ما تكون فرصة من حاجة إبداة مش خمسة مش خمسة مش خمسة شكري